موسيقى 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 في القضية عرض أعمال فنية عاكرت الجو للعام عاكرت موسيقى موسيقى مترجعة مع المحامين قد رجعت مع المحامين المعرض 28 أعود وقتها عودت ذاكرة التهمة المرجعية القانونية هي الفاصل 121 ثلاثة من المجلة الجزائية لا تتحدث عن عمال فنية ولا تتحدث عن العقوبة من 6 شهر إلى 5 سنة نوعية الأسهلة التي قلقتني برشا هي على النواية المتاعية كيف نتحدث عن النواية المتاعية؟ هل هذا حق من التحقيق؟ أسهل كلها من نواية المتاعية هنا تقلقون برشا خطر كيف نتحدث عن القضية لأننا نحاكم فنان على النواية المتاعية هنا فمختار رغم من ناحية القانونية وعلى أرأي خاص أما ما نصلون اليوم في تونس فنان تشكيلي يقف في التحقيق وفي ظهر الليين تاعيه لم يكنتش فازدك عمال الخدمة تاعيه في الأطولي هذا هي الحاجة المخترق أنا أراض الخدمة تاعيه من واحد لعشرة جواء في العبد الليين ما صار حد شيء حد شيء حد شيء في عشرة يار بدأت المشاكل نهار اللخريني على المعرب بعد مجال عاد المنافذ تجمعه نهار اللخريني على التجمع نهار اللخرين على تجمعه نهار اللخرين على تجمعه وعنده حكايات أخرى وعنده حكايات أخرى مرشة محبسي حكاياته أما المشاكل بدأت من وقتها أول متاعي عداني على القيص وعنده على تصوري موجودة علمين وعنصار ومتالي مبقام ومبصماتي الكل كانت جريمة كبيرة والناس اللي قاموا بجرهاموا والناس اللي حرقت والناس اللي خربت حاوسوا لعندهم لا قيصوا لا حد شيء أنا ما تفتش مساندة مش أنا نطلب المساندة وجير الثقافة المهامة الأول هي هذية فأنت كل يوم فنان تشكيله ونجم يكون فنان آخر سينمائي ولا مسرحي ولا مغني ولا حاجة في نفس الحالة يعني نجم يغني غنائية حاسب رأيها المغنية تأجي إلى مظهرات وكل وكي نجم يقع في نفس الوقت مش أنا بشتك وزير الثقافة كان هو يؤمن بالعمل تيعه وقبل بش يكون في المهمة هي الدفاع على الفجن والفجنين بل كل شيء فكل حد الآن ما عندي حتى مساندة شكرا 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 شكرا